موسيقى أين الله عندما أتألم لماذا الألم لماذا يترك الله صانعي الشر يدمر البشر دون أن يتدخل ويمنع المصائب في اعتقادي أن وباء كورونا حرب بيولوجية وهناك من يقفون وراء تطوير هذا الوباء فلماذا لا يتدخل الرب ليبدد مشورتهم كما فعل قديما مع الشعب القديم أولا من الذي قال أن الله لا يتدخل هما كل المعجزات دي إيه سواء اللي في الكتاب المؤدس في العهد القديم أو اللي حصلت في أعمال الرسل أو اللي بتحصل النهاردة ومبارح وبكرة باسم الرب يسوع المسيح كل المعجزات دي هي تدخل الله لينقض أعمال إبليس وليحول ما صنعه من ألم أو من شر أو من مرض إلى خير وإلى بركة هي الفكرة أن صاحب السؤال لما حسبش حساب حرية إرادة الإنسان في أن يختار وأن يطلب وأن يكون في شركة بينه وبين الله لأنه في يعني في فكرة هي غير مسيحية بتفترض أن الله مسؤول عن الخير والشر وأنه يستطيع أن يقتحم إرادة الإنسان غصب عنه لا ده كلام مش مسيحي والمسيحي هو أن الله أعطى الحرية للإنسان ويتدخل بناء على إرادة الإنسان وحريته وأن يطلب منه فإذا القعدة دي اتفهمت حيبقى الإجابة سهلة قوي لماذا الألم؟ الألم قولا واحدا واحدة من إحداثات أعمال الشرير الله غير صانع للألم الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد بالشرور ده العهد الجديد ما ينفعش إنك تحكم في القضية دي بنصوص العهد القديم مع نصوص العهد الجديد لا العهد القديم مختلف عن العهد الجديد في هذه القضية ودي واحدة من الأخطاء الشائعة إنه الناس بتتعامل مع العهد القديم بما إن هو الكتاب مؤدس واحدة واحدة هي واحدة واحدة في الهدف وهو القديم بيتنبأ عن المسيح الجديد بيعلن مجيء المسيح فالهدف واحد وحدة الهدف لكن وحدة الهدف لا تلغي اختلاف اللهوت واختلاف الكهانوت واختلاف الناموس طبعا مئة بالمئة ده نموس أعمال الموت وده نموس روح الحياة ده الكلام ده عبارات العهد الجديد نفسه إذن لماذا الألم ده عمل إبليس أين الله الله موجود بس لمن يطلب منه وهي دي المعاجزات التي تحدث دائما ولماذا يترك الله صانع الشر يدمره البشر لا الله ما بيتركش بس لو البشر دول تحت غطاءه وتحت حمايته التطبيق العاملة على كده إيه أنت قلت سؤالك في اعتقادي أنه وبقى كورونا حرب بيولوجية دي مش عايز اعتقاد دي بقت مبرهنة يعني براهيم بالعدد هذه حرب بيولوجية وسيستدبعها محاربات أخر فلماذا الرب لا يتدخل لا تعال احضر يوم خدمة الصلاة من أجل الشفاء يوم السبت على كنيسة السناسس الإلكترونية وانت تشوف إزاي الرب بيتدخل وبينقذ الناس من الكورونا وغير الكورونا تعال حلا شوف بعينك نعم الرب يتدخل ويصنع المعاجزات ولكن الفكرة هنا هي أنه استجابة الصلاة مرهونة بشرط إن ثبتتم فكية وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم مش فوضى أي واحد يرفع بقه للسامة يقول له هات ودي ربنا بيشتغل عنده لا الكلام ده طبعا مرش دعم التعليم المسيح لكن اللي هو عايش في الروح والحق وثابت في وصية الرب بيقدر يطلب ويشتجاب له وقلت لك المثال تقدر تشوفه بعينك موسيقى موسيقى